السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا حباب قلبي عاملين ايه وحشتوني جدا جدا النهاردة بإذن الله جايبا لكم وصفة حلوة وسهلة جدا يا بنات للتخلص من تقلصات القولون والإمساك المزمن وفي نفس الوقت التخلص من عصر الهضم وانتفاخات القولون ان شاء الله يعني بأمر الله كده الوصفة معنا النهاردة هتساعدكم بصورة كبيرة جدا على حل مشكلة الغازات والإمساك وفي نفس الوقت الانتفاخات الشديدة ان شاء الله مع بعض هنشوف كده كذا وصفة وانتوا بقى تختاروا الوصفة المناسبة لكم بس يا بنات قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش بقى ان شاء الله تعملولي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا اشعار كل الفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها لكم يلا بقى بينا كده تعالوا نشوف اول وصفة هنعملها ازاي ان شاء الله الوصفات دي يا بنات فعلا هتكون سهلة وبسيطة جدا وهتقدري من خلالها ان انت تتخلصي من كل المشاكل اللي القولون بيتسبب لنا فيها واول وصفة بقى هنعملها معنا النهاردة يا بنات لازم تكونوا عاملين حسابكم ان الوصفة دي تكونوا في البيت وما تخرجوش لانها تحتاجي ان انت هتدخلي الحمام بصورة متكررة لانها نستخدم فيها مكون اساسي وهو زيت الخروع طبعا احنا عارفين يا بنات ان زيت الخروع دوت من الحاجات الجميلة والسهلة الموجودة عندنا في كل بيت واللي انت تقدري من خلالها ان شاء الله تتخلصي من الامساك الشديد وبرضو هو من الحاجات الرائعة اللي فعلا هتفيدك جدا وبصورة ملحوظة ان انت تتخلصي من مشاكل القولون والامساك المزمن كل اللي انت هتعمليه حبيبة قلبي هتغذي معلقة صغيرة لان هو تغيل جدا يعني بصوا معلقة منه يعني ايه هتعمل بقى المفعول اللي احنا عايزينه بعد كده تكوني غالية مية انا عندي اهو مية قدت غالياها واستنيتها مهجت شوية هرهالكو هو دلوقت هتبقى هرهالكو بس هتقلبي كده كويس جدا والوصفة دي يا بنات هتتاخد على الريق قبل الفطار بنص ساعة وتغذيها 3 مرات في الاسبوع مش قادر اقولكو يعني بصي الوصفة دي ان شاء الله هتشوفي منها نتاج فعالة جدا لان زيت الخروع ده مفيد جدا وبيعالج الامساك وبينظف القولون من كل السموم اللي بتبقى موجودة فيه وهتتخلصي من كل الفضلات اللي موجودة اهو يا بناتو بكده يكون ايه اول وصفة خلصت معانا سهلة وبسيطة جدا بس تأثيرها فعلا فعال واتمنى ان انتو تجربوها تاني وصفة بقى انا مجاهزاها وهقولكو برضو عليها على مكوناتها ايه جبت كوباية حطيت فيها ميا كانت مغلية عندي واستنيتها مهديد وبعد كده يا بنات ضفت عليها معلقة من العصل الابيض مش قادر اقولكو ان العصل الابيض من الحاجات المفيدة جدا لمناعة الجسم كله بس وحطيت معلقة وقلبتها كويس جدا مع المياه وضفت مكون تاني وهو زيت الزتون البكر المعصور على البارد مش قادر اقولكو برضو زيت الزتون من الحاجات المفيدة جدا للجسم والممتازة جدا للجهاز الهضمي بصورة ملحوظة جدا والله يا بنات وان شاء الله بامر الله هتلاحظوا الفرق من اول استخدام هتاخدي فيه الوصفة دي والوصفة دي برضو يا بنات هتاخديها على الريق وهتبتدي تقلبي كده كويس وتروحي ايه شرباها وتقدري بقى الوصفة دي ان انت تاخديها كل يوم على الريق وحلوة جدا وفعالة جدا جدا لان زيت الزتون بص بيخلص القولون وبيخلص كل الامعاء من كل السموم المترقمة والموجودة يعني رهيب جدا يا بنات وفعال وكمان حطين عليه معلقة من العسل الابيض او عسل الناح يعني المشروب ده فعلا هيريح معاك القولون وهيخلصك من مشاكل القولون والامساك والاضطرابات اللي بتبقى موجودة في المعدة يعني ان شاء الله انصحكم المشروب ده تحفى بنات وهيل جدا وممكن برضو ان انت تقدر تقراريه قبل العشاء يعني لو حس ان انت معدتك تعبانة والنهاية برضو لسه مش مرتاحة تقدر تقراريه مرة كمان قبل العشاء وده كده كان المشروب ايه التاني معنا اما بقى الوصفة التالتة هنجيب برضو كده كباية هتاخر دول كده معنا وبردو انا جايبة كباية هوم حضرها لكم فيها ميا دافية هنستخدم بقى يا بنات في الوصفة دي هنستخدم معنا الزنجبيل المطحون او الجنزبيل ولو عندك فرش ينفع مش قادر اقول لكم يا بنات الجنزبيل ده بيساعد على سد الشهية والتخلص من الدهون الزيادة في منطقة البط وحوالين برضو الكرش وعمتا اي دهون عندك في الجسم بيتخلص منها وبردو بيساعد ان انت تتخلص من انتفاخات القولون ومن الامساك المزمن ومن عسر الهضم وكل المشاكل اللي هي بتاعت القولون دي هنقدر بامر اللي نتخلص منها من خلال برضو الوصفة السهلة والبسيطة دي يا بنات هي دي موية كانت ايه مغنية برضو واستنيتها مهجت شوية احط عليها معلقة من الزنجبيل او الجنزبيل المطحون الزنجبيل ده تحفة بناته رائع عمتا للبطن والمشاكل اللي هي بتقابلنا من القولون يعني حلوة قوي ومفيد الوصفة دي برضو يعني انا جايبا لكم تلت وصفات فعلا من الاخر واي وصفة منهم فعلا هتساعدك بشكل كبير ان انت تتخلص من مشاكل القولون وبعد كده يا بنات المكون التاني هنضيف معلقة من النعناع المجفف يعني ايه انا هحط كده شوية كده مقدار معلقة مش قادر اقول لكم برضو النعناع جميل جدا يعني من الحاجات ومن المشروبات الجميلة اللي بتريح المعدة والقولون وهنقلبه كده كويس مع الزنجبيل اهو واخر حاجة بقى انا هضيف عليهم نص يعني ايه هجيب نص لامونة هاخد منها كطرات يعني كطرات كده ايه اهو بس والبنات اللي هي عندها حساسية في المعدة او عندها يعني مشاكل في المعدة ما تحاولش ان هي تضيف اللامون هيبقى كفاية عليها ان هي تحط الزنجبيل مع النعناع بس يا بناتو البنات اللي هي بتعاني من كرحة في المعدة تحاول ان هي او التهبات في المعدة تحاول ان هي تبعد عن اللامون بس مش قادر اقول لكم يا بنات بالتلات وصفات دول هتقدروا ان انتو اي وصفة فيهم بقى تريحكم ان انتو تمشوا عليها وتستمروا عليها ان شاء الله هتشوفوا يعني والله يا بنات هتشوفوا علاج رهيب جدا للقولون وهتقدروا ان انتو تتخلصوا من كل المشاكل اللي بيسببها في المعدة اه واتمنى منكم بقى كده ان نوصفوا وصفات النهاردة تكون حلوة لكم وان انتو تكون استفدتوا بيها وما تنسوش بقى يا بنات تتابعوا الفيديو دوت معايا وتتطبقوا الوصفات دي ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنسوش حبايب قلبي تعملولي لايك وتنزلوا تعملوا سابسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد